موسيقى شاهدين يا مساء الخير نحييكم في حلقة جديدة على الهواء الساحر محمود عبد العزيز هكذا كان يلقب هو كان ساحرا لانه من الفنانين القلائل الذين جمعوا بين المواهب المتعددة محمود عبد العزيز يضحقك ويبكيك محمود عبد العزيز نجح في تنوع الأدوار المختلفة واشتهر بخفة الظل إلى جانب تأديته لكل الأدوار المختلفة محمود عبد العزيز فقدناه جسدا وروحا منذ قليل لكن قيمة محمود عبد العزيز ستبقى دائما الفنان ما بيموتش زي ما انتو شايفين الفنان يبقى نتابع أعماله وأعماله الفنية بطبقى دائما نشاهدها نستمتع بيها نشعر وكأنه يعيش معنا يدخل إلى بيوتنا اللهم تغمده بواسع رحمتك وألهم عائلته وكل محبيه كل الذين يحبونه الصبر والسلوان محمود عبد العزيز في الأشهر القليلة الماضية كان دخل في صراع مع المرض وكانت الأنباء كل شوية بتطلع شائعات مختلفة عن وفاته إلى حد أنه أسرته ضجت من هذه الشائعات وخلت حتى البعض بيتعامل مع نبأ الوفاة اللي انتشر خلال الأسابيع القليلة الماضية على اعتبار أنها شائعة مسبقة عشان كده كل الذين يحبونه ويعشقونه محمود عبد العزيز تمنوا أيضا أنه يكون الخبر المؤكد هذه المرة عن وفاته وكأنه شائعة سخيفة من الشائعات اللي بيتم تداولها واللي تم تداولها بالفعل خلال الأسابيع القليلة الماضية أو خلال الأيام القليلة الماضية لكن في كل الأحوال هذه هي مشيئة الله سبحانه وتعالى ويبقى محمود عبد العزيز فنانا يعيش معنا نستمتع بأعماله بعد شوية هنجيب لكم تقرير عن أهم أعمال محمود عبد العزيز وقيمته الفنية خاصة أنه من الفنانين المثقفين واللي كان ضد موجة الإسفاف في الأعمال الفنية وكان بيدفع ثمنا من أجل ذلك وكان بيرفض الكثير الكثير من الأعمال الفنية دايما بينطقي أعماله وزي ما بقول لكم حتى في الوقت اللي كان فيه وحوش كوميديا لا محمود عبد العزيز دخل كمان في المنافسة على الكوميديا وعلى الأفلام الكوميديا وحقق فيها نجاحا كبيرا سيبقى محمود عبد العزيز بيننا دائما